ما إن تتوقف نيران المعارك في مارب حتى تندلع من جديد إذ تبدو المعارك الأعنف التي شهدتها المحافظة الليلة الماضية حلقة جديدة من سلسلة المعارك التي يطوق بها الحوثيون مدينة مارب استماتة هجومية لميليشيا الحوثي صدت بدفاعات محكمة للجيش ورجال القبائل وهو الواقع الميداني على الأرض فبحسب مصادر ميدانية فإن ميليشيا الحوثي كثفت هجماتها المسلحة على المجح والكسارة في صروح بغية التقدم نحو مواقع الجيش الذي بدوره تصدى لتلك الهجمات وبحسب المصادر فإن قوات الجيش المسنودة برجال القبائل استعادت أهم المواقع في جبهة الكسارة غرب المدينة في الوقت الذي شنت مدفعيته ضربات مكثفة أحبطت الهجوم بعد أن سقط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح لكن لهب المعارك لا يزال يتصعد من وادي الجفرة غرب مديرية رغوان وهي مديرية صحراوية يحاول الحوثيون توظيف صحرائها للالتفاف على المدينة والتقدم من الجهة الشمالية نحو معسكر تداوين التابع لقوات التحالف ومن خلفه حيث تقع المنشآت النفطية الميليشيا استبقت الهجوم بقطع جميع شبكة الاتصالات في منطقة رحبة وجبل مراد جنوبي المحافظة لليوم الرابع على التوالي فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة من جبهات القتال الهجوم الواسع للميليشيا جاء بعد يوم واحد من تحذيرات الخارجية الأمريكية من تزايد خطر المجاعة في اليمن جراء استمرار هجوم ميليشيا الحوثي على مأرب فيما أكدت المنظمات الدولية حدوث تداعيات إنسانية وصفتها بالكارثية في حال استمرار هذا التصعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر